اخواني اخواتي متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اخر المساجدات في القضية المتعلقة بالمدعوة الشنوية رأينا تأجيل المحاكمة الى تسعود من شهر دجنبير من هذه السنة بعد ظهور واحد شكاية مفاجئة جديدة من طرف صوفيا طاروني والتي لديها علاقة بالسبب والقطف وتوزيع الدعاءات كاذبة تطورات الان اللي هي جديدة وخطيرة والتي تزيد تغرق وتشينو يا اخواني اخواتي الان وهي الشكايات اللي وضعتها جمعيات حقوقية اماراتية والتي وضعت نفسها كطرف مطالب بالحق المادي والمدني لضحايا مغربيات بعد تهريبهم الى الامارات هناك نشوفوا شابكة اللي كانت تاجر بفتيات مغربيات بعد اعتراف واحد الواسيطة الملقبة بالحاجة وهذا الحاجة اخواني اخواتي الواسيطة اللي كانت عندها علاقة بوتشينوية هو اللي اكدت انه وتشينوية كان كيمتز وكيمصب كذلك الشتم والاحتيال وكل الطرق كان كيتعامل بها يعني مع الفتيات بدولة الامارات وهذا الشي اللي يخلى انه هناك ضحايا كتار من مغربيات اللي يحاولوا انهم يرفعوا الشكاية وما قدروا انهم يجيوا الى المغرب فهنا شنا الشكاية المفاجئة لوضعها صوفيا طالوني يعني ضد ووتشينوية وهذا الشي اللي كيدخل في اطار تصفية الحسابات لان صوفيا طالوني كما هو معروف اخواني اخواتي كان كي وعد كي توعد ووتشينوية انه غيدخلوا السجن لا محالة وان هناك ادلة كثيرة وخاطيرة اللي غدتورطه ماشي غير فاتسبو الشتم اللي يحاول انه غادر الشكاية البداية لكن العديد من الشكاية اللي وضعوها ضحايا كتار ضد ووتشينوية فالاكيد ان صوفيا طالوني اللي يحاول انه فعلا يكشف في الملف دياله بعد ما يعني دار واحد توكيل واحد المحامي هنا بمدينة الضار البيضاء ورفع ذلك الشكاية واللي كانت فعلا صادمة فعلا صادمة وفيها مفاجآت وفيها اسرار اللي ربما هنا في خلت الهيئة المحكمة الزجرية بمدينة الضربضاء عيسبع انها تحاول تراجع هذك الميلف ديال ووتشينوية يعني كان بين قوصين انه كان غي يستافد من هذك الصراح المؤقت لكن طيلا على هذ الميلف وكما كانت قولوا انه تطبيق القانون او المادة ربعا للمصطرة الجنائية واللي كتكلم على العذالة التصالحية لكن هذا الصراح المؤقت لكي يجوح الفصل ربعا مية وسبعة وربعين على جوج ولكي تكون عقوبة ثلاث سنوات وهنا فيكي يخلي انه القضاء انه وميتمشي اطلاق الصراح المؤقت ديال ووتشينوية خصوصا وان القاضي ديالو فعلا راه غادي في الطريق وان القاضي التحقيق لنهار تتعود دو جانبين هات الشهر واللي غي يكشف لنا بعض يعني الحقائق اللي هي صادمة والاكيد ان ووتشينوية راه عارفها وحتائتهم تعائته الحاجة والشقيقة ديالو والاخ ديالو عارفين شنو واقع بالضبط لكن هات الصمت وعدم الاعتراف بهد الحقائق ولغا يكشف عليها القاضي التحقيق بخصوص هاد الملف ديالو اخواني اخواتي شن بعض الوقائع اللي كانت يعني خرجات يعني مباشرة بعد الجلسة بعد انتهاء الجلسة شن بعض الشهود وبعض الناس اللي كي حاولوا انهم يدافعوا عدا والتشينوية والاكترية منهم اراهم يعني من مواقع التواصل شماعين مؤثرين وهاتش كله كيد يدخل في باب المساندة يعني والدفاع على يعني يعني الصاحب دائما كيد يدافع الصاحب ووقت شدة راكي يوقف معاه اكيد ركشته هادك السمسار اللي كان خرج ولي كان لسبب انه يتم الصح ما بين عائلتين عائلة بنت عباس فاطمة بنت عباس وكذلك والتشينوية فشكون رابح الاكبر في هاد الملف رابح الاكبر في هاد الملف وهو هاد السماصرة وشكل كي يضيع في هاد الملف هو واتشينوية اللي خرج فلوس فعلا خرج فلوس حسب ما يروج يعني حسب ما يروج موقع التواصل الشمائي انه هو اعطاه فلوس ربما واتشينوية نادم على هاد الفلوس اللي خرجها كاملة ولي اعطاه هاد الواسط وهذا الشي اللي كيتبينا فاعلا انه كل خطط على اساس انه يخرج من هاد القضية يعني باقت بالفشل واتشينوية اكيد العقوبة اللي كتنتظروا اللي هي كبيرة وكبيرة جدا اليوم كيعيش حدلها نفسي داخل السجن تنمر السجناء كيحاولوا انهم يعني يعاملوا في ذلك الطريقة على اساس انه من الاشخاص الغير المرغوفي داخل يعني المؤسسة السجنية فالمهم ان هاد الملف دي الولد الشينوية ولكتعلقة شهير لتجرب البشار السب والقدف كل شي تجمع لي وهذا الشي غير في المغرب حتى في الامارات وانا كتظن بانه القضية دياله خطيرة وخطيرة جدا ولا سماح له بذلك القضاء اللي فعلا عنده ما يثبت ان هاد الملف متورد في هاد الملف كامل وانه متورد في هاد القضية اخرى هي محاولة الهروب قبل ما يتم الاعتقال دياله كان يحاول انه يخرج خارج الوطن تسلل وهاد شي كله اللي خلا انه السلطات الامن القضاء المغربي انه يطلق الصراح مستفر من هذا الصراح المؤقت برغم الضمانات برغم تنازول الصلح والغريب في الامر انه فاطمة بيت عباس لما تمشي الاطلاق الصراح برغم الظروف الاجتماعي يعني هاد شي اللي خده انه نضعو اكتر من العلام تسفهام خصوصا وانها يعني ما بقى لها الا اسابيع وعندها واحد موعد عملية جراحية عاجلة هنا قدروا انهم قولوا بان القضاء يقدر يسمح لها انها دير عملية جراحية ومن بعد ترجع يعني ترجع للسجن هذي من الحقوق اللي كتعطيها كيعطيها القضاء لأي سجين يعني اللي معتقل في قضايا وفي ملفات الملف دي هال ودشينو يا اخواني اخواتي كما شنى الضحايا كتار شنى اولهم سائق كذلك شنى الوعود الوهمية والكاذبة على النساء من اجل توريطهم في هذا الملف اللي هو خطير وخطير جدا ولي هم شهدوا وقدموا دلالات وكذلك ادلة قاطعة بخصوص خصوصا وانه هذه السيدات لهم متزوجات او مطلقات ولي شهدوا امام الضابط القضائية بمجموعة من الاذلة الاوديوهات الفيديوهات كذلك الصوار كذلك تحويلات البنكية وهتش كله حاول انه يختاز له هذا كهشام البداح حاول يختاز لكش كله صوتا وصورة يعني وصف الاجرام والفساد اللي كان كي مارسوا هدوة شنوية بدولة الامارات اكيد اخواني اخواتي باش ما نطوش عليكم في هاد الفيديو ما تنسوناش بالتعاليق ديركم كذلك البرتاج في هاد الفيديو دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته